تيوتا لاند كروزر 2016 ان تلحق بشقيقتها الفاخرة لكزاس ال اكس 570 2016 والتي ظهرت منذ ايام قليلة لتطل علينا الان هذه المركبة التي تقع ضمن فئة سيارات اس يو في كبيرة الحجم وحصلت لاند كروزر 2016 على واجهة امامية ضخمة تحتوي على صادم امامي جديد ومصابيح بتصميم محدث وشبك امامي جديد بالاضافة الى قطعة من الكروم تفصل بين مصابيح ال اي دي وكشفات ضباب مثبتة داخل الصادم الامامي ومن الخلف حصلت تيوتا لاند كروزر على لمسات من الكروم كما في المقدمة مع اضواء ال اي دي جديدة ايضا اما داخلية لاند كروزر 2016 فنالت قصطا وافرا من التعديلات لتبدو اكثر عصرية وفخامة وتضمنت التعديلات تصميما جديدا للكونسول الوسطي ومقودا جديدا للسيارة ولوحة عدادات مزودة بشاشة قياس 4.2 انش بالاضافة الى مساحات تخزين جديدة بين المقاعد وشاشة للنظام الترفيهي المعلوماتي بقياس 9 انش وحصلت لاند كروزر على العديد من الانظمة الحديثة التي تساعد السائق على القيادة وتحمي الركاب ومن ضمنها نظام متوقع الحوادث ونظام التنبيه عند الخروج من المسار ونظام تنبيه النقطة العمياء ونظام مراقبة ضغط الهواء في العجلات وغيرها من المواصفات الجديدة ووفقا للمعلومات الاولية المتوفرة لفريق عرب جي تي تمتلك تويوتا لاند كروزر 2016 محرك V8 سعة 4.6 لتر يولد قوة 304 حصان و439 نيوتن متر من عزم الدوران بالاضافة الى محرك اخر يعمل على الديزل مع شاحن توربيني مزدوج بسعة 4 لترات ونصف ويولد قوة 268 حصان وما زال الصانع الياباني متحفظا حتى الان على سعر تويوتا لاند كروزر 2016 ولكن وحال ما تتوفر لفريقنا في عرب جي تي المزيد من المعلومات سنوافقكم بها على الفور ان شاء الله لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي